الهيكل المحوري بيشمع كل من العمود الفقري والجنجمة والقفص الصدري أول مكون من مكونات الهيكل المحوري هو العمود الفقري العمود الفقري بيعتبر محور الهيكل العظمي العمود الفقري بيتصل من أعلى بالجنجمة وفي مطقة الصدر بيتصل بالقفص الصدري والطرفان العلويان بوسطة عظام الكتف ومن أسفل العمود الفقري بيتصل بالطرفان السفليان بواسطة عزم لحوض العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة بتوقسم إلى 5 مجموعات وبتختلف في شكلها طبقاً لمنطقة وجودها أول مجموعة من مجموعات العمود الفقري هي الفقرات العنقية والفقرات العنقية بيكون عددهم 7 وبيكون ترتبهم من 1 إلى 7 بتتواجد الفقرات العنقية في منطقة العق وبيكون حجمها متوسطة الحج ومن حيث نوعها سواء كانت متوفصلة أو غير متوفصلة فالفقرات العنقية بتكون فقرات متوفصلة تاني مجموعة من مجموعات العمود الفقري هي الفقرات الزهرية أو الفقرات الصدرية عدد الفقرات الزهرية 12 فقرة فبيكون ترتبهم من 8 إلى 19 بتتواجد الفقرات الزهرية في منطقة الصدر وبيكون حجمهم أكبر من الفقرات العنقية ونوعها من حيث التمفصل بتكون فقرات متوفصلة المجموعة الثالثة من العمود الفقري هي الفقرات القطنية وعدد الفقرات القطنية 5 فقرات وبيكون ترتيب الفقرات القطنية في العمود الفقري من الفقرة العشرين إلى الفقرة 24 بتتواجد الفقرات القطنية في منطقة البطن وبتكون مواجهة لتجويف البطن والفقرات القطنية من حيث حجمها هي أكبر الفقرات حجماً ومن حيث نوعها بتكون فقرات متوفصلة المجموعة الرابعة من العمود الفقري هي الفقرات العجزية وعدد الفقرات العجزية 5 فبيكون ترتبهم في العمود الفقري من الفقرة 25 إلى الفقرة 29 ومنطقة تواجد الفقرات العجزية بتكون ما بين عزمتي الأحرقفة في الحزام الحوضي حجم الفقرات العجزية بتكون عريضة ومفلطحة ومن حيث نوعها فهي فقرات غير متمفصلة يعني فقرات ملتحمة المجموعة الخامسة والأخيرة من العمود الفقري هي الفقرات العصوصية وعدد الفقرات العصوصية 4 فبيكون ترتبهم في العمود الفقري من الفقرة 30 إلى الفقرة 33 وما كان تواجد الفقرات العصوصية بيبقى نهاية العمود الفقري ومن حيث الحجم في الفقرات العصوصية بتكون صغيرة في الحجم ومن حيث نوعها فهي فقرات غير متمفصلة يعني فقرات ملتحمة احنا قلنا ان عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة ولكن عدد عزم العمود الفقري 26 عظمة وده بسبب التحام الخمس فقرات العجزية معا كعظمة واحدة وبرضو التحام الأربع فقرات العصوصية كعظمة واحدة العمود الفقري بيحتوي على أربع انحنات الانحنات الأول بيكون جهة الخارج في الفقرات العلقية والانحنات الثاني بيكون جهة الداخل في الفقرات الزهرية والإنحناء الثالث بيكون جهة الخارج في الفقرات القطنية والإنحناء الرابع والأخير بيكون جهة الداخل للفقرات العجزية والعصوصية تعالى بعد كده نعرف تركيب الفقرة العظمية الفقرة العظمية النمزوجية اللي هي الفقرة القطنية بتتكون من أول حاجة جسم الفقرة وده بيكون الجزء الأمامي السميج بعد كده بيبقى فيه الحلقة الشوكية أو الحلقة العصبية وده عبارة عن حلقة عظمية بتتصل بجسم الفقرة من الخلف وتحيط بالقلالة العصبية التي يمتد بدافنة الحبل الشوكي علشان يتم حمايته بعد كده بيكون فيه النتوئين المستعرضين وهم عبارة عن زائدتين عظميتين متصلين بجسم الفقرة من الجانبين وبيحمل كل منهما نتوء مفصلي أمامي بعد كده بيكون فيه النتوء الشوكي وده عبارة عن زائدة عظمية موجودة في الخلف ومائلة إلى أسفل بتحملها الحلقة الشوكية والنتوء الشوكي بيحمل نتوئين مفصليين خنفيين وظيفة العود الفقري هو أنه بيعمل كدعامة رئيسية للجسم وبيحمي الحبل الشوكي وبيساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم يبقى كده عدد النتوئات الموجودة في الفقرة العظمية سبع النتوئات وعدد النتوئات المزدوجة في الفقرة النموذجية تلات أزواك وعدد النتوئات الفردية هو نتوء فردي واحد بس أنه هو النتوء الشوط الفقرات بتتمفصل مع بعضها من خلال النتوئات المفصليين فعندنا الفقرة السفلية بتتمفصل من خلال النتوء المفصلي الأمامي مع النتوء المفصلي الخلفي للفقرة اللي بتكون موجودة فوق منها الجزع هو المنطقة اللي بتتوسط جسم الإنسان وبتشمل الصدر والبط والحوض وعدد الفقرات المتمفصلة في منطقة الجزع هم 17 فقرة لأن الفقرات المتمفصلة الموجودة في منطقة الجزع بتشمل كل من 12 فقرة ظهرية و5 فقرات قطنية الفقرة اللي بتكون منصفة للعرق هي الفقرة رقم 4 بينما الفقرة اللي بتكون منصفة للعمود الفقري هي الفقرة رقم 17 ودي بتكون الفقرة الظهرية العشرة نيجي بعد كده للجمجمة والجمجمة هي عبارة عن علبة عظمية بتتكون من جزئه جزء خلفي أو جزء مخي لأنه بيحيط بالمخ وجزء تاني أمامي أو جزء وجهي لأنه بيحتوي على عظام الوجه الجزء المخي أو الخلفي بيتكون من طمن عظام بتتصل ببعضها عند أطراف مسننة مناطق اتصال العظام ببعضها بيكون قوي جدا لأنها بتشكل تجويف بيستكر فيه المخ وبالتالي وظيفتها أن هي تحمي المخ وبيكون موجود في قاعة الجزء المخي صقب أو قناة اسمها الصقب الكبير والجزء ده بيتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي إنما الجزء الأمامي أو الجزء الوجهي بيتكون من 14 عظمة ال14 عظمة بتشمل عظام الوجه والفكين ومواضع عضاء الحس اللي هما العزن والعين والأنف فكده يكون عدد عظام الجمجمة 22 عظمة بالإضافة إلى العظام الملحقة بالجمجمة اللي هما 6 عظميات للسمع 3 في كل جم زايد العظم اللامي فيكون عدد عظام الجمجمة بالعظام الملحقة يساوي 29 عظمة نيجي بعد كده للكفص الصدري والكفص الصدري عبارة عن علبة مغلوطية الشكل بيتصل من الخلف بفقرات الظهرية واللي عددهم 12 فقرة وبيتصل من الأمام بعضمة القص الكفص الصدري بيتكون من 12 زوج من الضلوع وهم كان آتي العشر أزواج الأولى بتوصل ما بين الفقرات الظهرية وعضمة القص في الأمام والزوجان الأخيران اللي هما ال11 وال12 بيكونوا سيارين وما بيتصلوش بعضمة القص علشان كده بيطلق عليهم اسم الضلوع العائمة وبيتصلوا بالفقراتين رقم 18 و19 للعمود الفقري اللي هما الفقرة ال11 وال12 الظهرية والضلع هو عبارة عن عضم من قواسة تنحني إلى أسفل وتتصل من الخلف بجسم الفقرة العظمية ونتوءها المستهرة وعضمة القص عبارة عن عضم مفلطحة ومدببة من أسفل جزءها السفلي غضروفي بيتصل بها إلى 10 أزواج الأولى من الضلوع وظيفة القفص الصدري هي حماية القلب والرأتين بالإضافة إلى أن حركة الضلوع المكونة للقفص الصدري بتساعد في عملية التنفس بحيث أن الضلوع بتتحرك أثناء عملية الشهيك إلى الأمام والجانبين وبتتحرك أثناء عملية الزفير عكس اللي بيحصل في عملية الشهيك وبالتالي بتضغط على الرأتين فتخرج إنه هو من الرأتين وبيكون مجموع عزام القفص الصدري 37 عضمة إنه هو 12 زوج من الضلوع يعني 24 عضمة زائد عضمة القص يبقى كده 25 زائد 12 فقرة زهرية فبيكون المجموع الكلي 37 عضمة وعدد العزام المتصلة بعضمة القص هما 22 عضمة الـ 22 عضمة هما مجموع 10 أزواج الدلوع يعني 20 عضمة زائد 2 اللي هم عزمتي الطرق هو وبالتالي يكون مجموع العزام المتصلة بعضمة القص 22 عضمة أهلاً وسهلاً بكل طلب الثالث سنوي في مادة النحياء الجميلة النهاردة هنشرح الجزء الثاني من درس الدعامة في الإنسان واللي هيكون عن الهيكل الطرفي الهيكل الطرفي للجهاز العظمي بيتكون من الحزام الصدري والطرفين العلويين والحزام الحوضي والطرفين السفليين فمبدئياً كده تعالى نوضح الحزام الصدري والطرفين العلويين الحزام الصدري بيتكون من نصفين متماثلين كل نصف منهم بيتكون من عظمة لوح الكتف وعظمة الطرق هو عظمة الطرق هو هي عبارة عن عظمة رفيعة باطنية وباطنية يعني موجودة جهة الأمام جهة البطن والطرق هو بتتصل من الأمام بعظمة القص ومن الجانب بتتصل بعظمة لوح الكتف وعظمة لوح الكتف هي عظمة ظهرية يعني عظمة خلفية جهة الظهر وبتكون مسلسة الشكل والطرفها الداخلي بيكون عريض والخارجي بيكون مدبب وبيحتوي على نتوه بتتصل به عظمة الطرق هو عظمة لوح الكتف بتحتوي على تجويف اسمه التجويف الأروح والتجويف الأروح ده بيكون موجود عند الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف وبيستقر فيه رأس عظمة العدد علشان يكون مفصل الكتف وبالتاني بيكون إجمالي عدد العظام المكونة لحزام الكتف في الجانبين أربع عظام وهم اتنين طرقوة واثنين لوح كتف وعدد العظام المكونة لمفصل الكتف في الجانب الواحد اتنين وهم عظمة لوح الكتف وعدمة العدد نجي بعد كده للطرفين العلويين بيتكون كل طرف علوي من عظمة العدد ودي عظمة بتبدأ برأس بيستكر في التجويف الأروح وبيكون موجود أسفالها نتوه داخلي بعد كده الساعد والساعد بيتكون من عظمتين اللي هم عظمة الزند وعظمة الكعبرة والزند دي عظمة بيحتوي طرفها العلوي على تجويف بيستكر فيه النتوء الداخلي للعدد والكعبرة هي بتكون أصغر حجما من الزند وبتتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند السابتة بعد كده بيكون فيه عظام اليد وعظام اليد بتشمل كل من رزق اليد وراحة اليد وأصابع اليد رزق اليد بيتكوى من طمع عظام في صفين بيتصل طرفهم العلوي بالطرف السفلي للكعبرة وعظام رزق اليد مش بيكون متصلين بعظمة الزند والطرف السفلي لعظام رزق اليد بيكون متصل بعظام راحة اليد وعدد عظام راحة اليد هم خمس عظام رفيعة ونستطيلة بتؤدي إلى عظام الأصابع الخمسة بعد كده عصابع اليد الخمسة وأصابع اليد الخمسة بيتكون كل منهما من ثلاث سلميات رفيعة معدى صباعي لبهان بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون مجموعة عظام الطرف العلوي الواحد هم ثلاثين عضمة وهم عظمة العدد وعظمطي الساعد اللي هم عظمة القعبرة والزند وعظام اليد بيكون ثمانية في رزق اليد وخمسة في راحة اليد واربعتاشر سلمية فبيكون الإجمال كله ثلاثين عظمة وفي الوضع التشريحي بتكون عظمة القعبرة جات الخارج في نفس جات إصبع لبهان ولما بتتحرك عظمة القعبرة حرقة نصف دائرية حول عظمة الزند السابتة بتظهر الكعبرة متقطعة مع عظمة الزند على شكل حرف الـ وعدد العظام المكونة اللي مفصل القوع بيكونوا ثلاثة عظام وهم العدد والقعبرة والزند نيجي بعد كده للحزام الحوضي والطرفين السفليين الحزام الحوضي بيتكون من نصفين متماثلين بيلتحمين مع بعض من الناحية الباطنية في منطقة اسمها الارتفاق العاني والارتفاق العاني هو عبارة عن نسيج بيشكل موضع التحام نصفي عظام الحوض المتماثلين في الناحية الباطنية الأممية وبتكون كل نصف منهم من الحرقوفة الزهرية والعانة والورك حيث أن عظمة الحرقوفة الزهرية بتتصل من الناحية الباطنية الأممية بعضمة العانة ومن الناحية الباطنية الخلفية بعضمة الورك وبيكون موجود تجويف عميق عند موضع اتصال عظام الحرقوفة والورك والعانة والتجويف ده بيسمى تجويف الحقي وبيستكر فيه رأس عظمة الفاغد علشان يكون مفصل الفاغد عظام كل نصف من النصفين بتلتحم مع بعضها مكونة عظمة واحدة وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الحوض اللي هم عظمتين الحزام الحوضي اللي موجودين على الجانبين زايد عظمة العجز زايد عظمة العصرص وسريعا كده تعال نشوف الفرق ما بين الحوض في الزكر والحوض في الأنسة عظام الحوض في الأنسة بتكون أقل قوة وتجويف الحوض في الأنسة بيكون أكثر اتساعا من تجويف الحوض في الزكر علشان تلائم عملية الحمل والولادة بعد كده الطرفين السفليين وكل طرف منهم بيتكون من الفاغد وده عبارة على العظمة بتبدأ برأس بيستكر فيه التجويف الحقي اللي بيكون مفصل الفاغد وبيكون موجود في أسفلها نوتوئين كبيرين بيتصلوا بالساق عند مفصل الرجبة اللي بيكون موجود قدامه عظمة الرطفة والرطفة هي عبارة عن عظمة صغيرة مستديرة الشكل وبتكون موجودة قدام مفصل الرجبة بعد الفاغد بيكون فيه الساق وبيتكون من عظمتي وهم القصبة وديه العظمة الداخلية والشازية وديه العظمة الخارجية بعد الساق بيكون فيه عظام القدم وبيشمل كل من رزغ القدم ومشط القدم وأصابع القدم رزغ القدم بيتكون من سبع عظام غير منتظمة الشكل أكبرها هي العظمة الخلفية اللي بتكون قعب القدم ومشط القدم بيتكون من خمس عظام رفيعة وطويلة بتنتهي كل منها بالأصابع وأصابع القدم مما خمس أصابع بيتكون كل منها من ثلاث سلميات رفيعة مع عادة صباع الابهام اللي بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الطرف السفلي في الجانب الواحد ثلاثين عظمة وهم عظمة واحدة اللي هي عظمة الفغت وبعد كده عظمة الرطفة وعظمتي الصاق اللي هي الكسب والشازية زائد عظام القدم اللي هم سبعة في رزغ القدم زائد خمسة مشط القدم زائد 14 سلمية في أصابع القدم وبيكون أقل العظام تأثير على حركة الجزء السفلي لطرف السفلي هي عظمة الشازية وبيكون إجمالي عدد العظام المكونة لمفصل الرجبة ثلاث عظام وهم عظمة الفغز زائد الرطفة زائد القصبة وبيكون إجمالي عدد التجويف الموجودة في الهيكل الطرفي كله هما الست تجويف وهم بالترتيب اتنين تجويف أروح في الجانبين واثنين تجويف حقي في منطية الحوض وتجويفين موجودين في عظمتي الزند وتعالى كده نشوف شوية ملحوظات على الهيكل الطرفي عندنا أول حاجة موضع اتصار نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية البطنية الأمامية بيكون الارتفاق العاني وموضع اتصار نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية الزهرية الخلفية هما الفقرات العجزية وأي طرف سواء كان علوي أو سفلي بيتكون من 30 عظمة وده بسبب زيادة عظمة الرطفة في الطرف السفلي مع نقصة عظمة من رزق القدم السفلي وبالتالي بيكون العدد متساوي ومفصل الرجبة هو أكبر مفاصل الجسم وأقصرها تعقيدا ومفصل الكتف هو أكثر مفاصل الجسم المرونة علشان كده بيكون عرضة لنخلع بصورة مستمرة ومفصل الفاغد بيكون أكثر استقرارا من مفصل الكتف لأن التجويف الحقي الموجود في مفصل الفاغد هو أكثر عنقا متساعا من التجويف الأروح في مفصل الكتف ومن أنواع العظام في جسم الإنسان عندنا عظام طويلة وده بتكون استوانية التركيب ومجوفة وليلا نهايتين عند كل طرف زي العدد والفاغد وعظمة القصبة والنوع الثاني عظام مسطحة وده بتكون مفلطحة الشكل وعريضة زي لوح الكتف والقص وعظام الجمجمة والنوع الثالث عظام قصيرة وده بتكون عظام قوية ومتينة وأبعادها بتكون متساوية نسبيا زي عظمة الرطفة والنوع الرابع العظام الغير منتظمة وده بتكون مختلفة في الشكل والأبعاد زي الفقرات وعظمة التركوة بتنتمي إلى العظام الطويلة ولكنها بتكون العظمة الطويلة الوحيدة الموجودة في الوضع الأفقي في جسم الإنسان والباعي بيكون ممتد بشكل رأسي ولكن نجي نعمل مقارنة كده ما بين عظمة الكعبرة وعظمة الزند من حيث الحجم عظمة الكعبرة بتكون أصغر حجما وعظمة الزند بتكون أكبر حجما ومن حيث الحركة عظمة الكعبرة بتتحرك حركة نصف ديارية حول عظمة الزند وعظمة الزند بتكون ثابتة وغير متحركة ومن حيث الاتصال برزغ اليد عظمة الكعبرة بتتصل من الأسفل بالطرف العلوي لرزغ اليد وعظمة الزند لا تتصل بعظام رزغ اليد ومن حيث الوضع التشريحي عظمة الكعبرة بتكون موجودة جهة الخارج وعظمة الزند بتكون موجودة جهة الداخل أهلا وسهلا بطلب الثالث سنوي في مادة الأحياء النهاردة في الجزء الثالث من درس الدعامة في الإنسان حنشرح الغضريف والمفاصل والأربطة والأوطار الغضريف هي عبارة عن نوع من الأنسجة الضمة بتتكون الغضريف من خلايا غضروفية ولا تحتوي على أوعية دموية ولكن الغضريف بتحصل على غزاها والأكسوجين من خلايا العظام بخاصية الانتشار اللي هو تعريف انتقال الجزيئات من وسط زوتركيز مرتفع إلى وسط زوتركيز منخفض تعالوا تشوف كده أماكن تواجد الغضريف أول حاجة الغضريف بتشكل بعض أجزاء الجسم زي الأنف والأذن والشعب إنوائيا الرئتين ده هير إنها بتوجد غالبا عند أطراف العظام وخاصة عند المفاصل بين فقرات العمود الفقري وظيفة الغضريف هي حماية العظام من التعاكل بسبب احتكاكها المستمر ببعضها ويسمى الإنسان بيحتوي على ثلاث أنواع من الغضريف أول نوع هي الغضريف الشفافة أو الزجاجية ودي بتكون قوية ومرنة زي الغضريف اللي موجودة في الأنف والشعب الهوائي للرئتين والأسطح المتمفصلة والنوع الثاني هي غضريف لفية ودي بتقول أكثر قوة ومتانة زي الأقراص الغضروفية الموجودة ما بين الفقرات وملطية الارتفاق العاني والنوع الثالث من الغضريف بتكون غضريف مرنة ودي بتكون من اسمها أكثر مرونة زي سوان الأزن ولسان المزمار اللي بيمنع مرور الأكل والمية في مجرى التنفس نيجي بعد كده للمفاصل والمفاصل بتتصنف إلى ثلاث أنواع حسب طبيعة النسيج اللي بيضبط لبين العظام وبعضها فعندنا المفاصل اللي فيها ومفاصل الغضروفية ومفاصل زلالية المفاصل اللي فيها من خصائصها أن العظام بتلتحم عند المفاصل دي بوسطة أنسجة ليفية بتتحول مع تقدم العمر إلى أنسجة عظمية ومعظمها لا يسمح بالحركة زي المفاصل اللي موجودة ببين عظام الجنجومة والمفاصل الغضروفية من خصائصها هي أنها بتربط ما بين نعيات بعض العظام المتجورة ومعظمها يسمح بحركة محدودة زي المفاصل اللي موجودة ما بين فقرات العمود الفقري وبرضو المفاصل الغضروفية لا توجد ما بين جميع فقرات العمود الفقري لأنه لا يوجد مفاصل غضروفية بين الفقرات العجزية وبعضها والفقرات العصوصية وبعضها لأن الفقرات دي فقرات ملتحمة معاً والمفاصل الزلالية من خصائصها أن هي بتشكل معظم مفاصل الجسم وبتكون مرنة علشان تتحمل الصدمات والمفاصل دي بتسمح بسهولة الحركة بحيث أن سطح العظام المتلمسة في هذه المفاصل بيتم تغطيته بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء مما يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك والمفاصل الزلالية بتحتوي على سائل مصلي أو زلالي بيسهل من انزلاق الغضروف التي تكسوها أطراف العظام المفاصل الزلالية بتنقسم حسب نوع الحركة إلى مفاصل محدودة الحركة ومفاصل واسعة الحركة المفاصل محدودة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة إحدى العظام في اتجاه واحد بس زي مفصل القوع ومفصل الرجبة والمفاصل واسعة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة العظام في اتجاهات مختلفة زي مفصل الكتف ومفصل الفاق وبشكل مختصر كده المفاصل الزلالية بتتميز بأربع صفات علشان تلاهم وظيفتها وأول صفة هي إنها مرنة علشان تتحمل الصدمات تاني صفة بتحتوي على سائل مصلي أو زلالي علشان تسهل من انزلات الغضريف التي تكسو أطراف العظام عند المفاصل تاعد صفة إن سطح العظام المتلامسة في المفاصل دي بيغطى بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء علشان يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل اعتكاك والصفة الرابعة إن المفاصل الزلالية بيوجد عندها الأربطة علشان تلبط العظام ببعضها عند المفاصل وتحدد حركة العظام في الاتجاهات المختلفة وعند غياب السائل الزلالي بمفصل الرجبة بيحدث تآكل الغضريف التي تكسو أطراف العظام المكونة لمفصل الرجبة نتيجة احتكاك هذه الغضريف ببعضها مما يؤدي لصعوبة حركة المفصل وعلى المدى البعيد قد تتعرض العظام للتآكل أيضا ومن ضمن الملحوظات اللي لازم ناخد بنا منها إن المفاصل الزلالية والغضروفية بتحتوي على أربطة بتربط العظام ببعضها نيجي بعد كده للأربطة والأربطة عبارة عن حزم منفصلة من المسيج الضم النيفي بيتم تثبيت أطرافها على عزمطي المفصل ومن خصائص الأربطة إن هي بتتميز بالمتانة الكوية ووجود درجة من المرونة بتسمح بزيادة طولها قليلا حتى لا تنقطع في حال التعرض المفصل لضغط خارجي وظيفة الأربطة هي ربط العظام ببعضها عند المفاصل وتحديد حركة العظام عند المفاصل في الاتجاهات المختلفة ومن أمثلة الأربطة عندنا الأربطة الموجودة في مفصل الرجبة وهي الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي اللي بيربطه ما بين عظمة الفاغز بعظمة الكصبة والرباط الوسطي أو الداخلي وده بيربط ما بين عظمة الفاغز وعظمة الكصبة والرباط الجانبي أو الخارجي وده بيربط ما بين عظمة الفاغز وعظمة الشزيع وبعض الحالات ممكن يحصل تمزق الأربطة وده بسبب حدوث التواء في بعض المفاصل زي الرباط الصليبي في مفصل الرجبة فيبقى بشكل مختصر كده عندنا عظمة الفاغز بترتبط بعظمة الكسبة بواسطة 3 أربطة وهما الروباط الوسطي والروباط الصليبي الأمامي والروباط الصليبي الخنفي نيجي بعد كده للأوطار والأوطار عبارة عن نسيج ضم قوي وظيفة الأوطار هي إنها بتربط العضلات بالعزام عند المفاصل وبالتالي بتسمح بالحركة عند انكباد وانبساط العضلات ومن أمثلة الأوطار عندنا وطر أخيل وده أهميته هو أنه بيوصل ما بين العضلة التوأمية اللي هي عضلة بطن الصاد بعظمة الكعب وبالتالي بيساعد على حركة كعب القضاء ومن الحالات المشهورة دايما حالة تمزق وطر أخيل وتمزق وطر أخيل بتكون أسبابه بازل مجهود عنيف أو تقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وعرض تمزق وطر أخيل عدم القدر على المشه وصوكل في حركة القدم وألام حدة وبيتم علاج تمزق وطر أخيل من خلال ثلاث أساليب معينة أول أسلوب هو استخدام الأدوية المضادة للإنتهابات والمسكينة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي وده بيكون في حالة تمزق الوطر كاملا ومن أبرز نقطة الاختلاف ما بين الأربطة والأوطار لما بيحصل تمزق للأربطة بيكون الالتقام بطيء وبيستغرق مدة زمنية وده بسبب أن الأربطة بيغزيها عدد أقال من الأوعية الدموية على عكس الأوطار اللي بيوصلاها دم أكتر من الأربطة ومن النقطة المهمة اللي لازم برضو نفت بلنا منها هو الفارغ ما بين المنظر الأمامي والمنظر الخلفي لمفصل الرجبة عندنا المنظر الأمامي لمفصل الرجبة بيتم تحديده يأما عن طريق وجود عضمة الرطفة أو وجود لقمة واحدة بس في نهاية عضمة الفاغد في حالة إزالة عضمة الرطفة أو البروز الموجود في عضمة القصبة من الأمان وفي المنظر الخلفي للرجبة بيتم تحديده عن طريق وجود لقمتين في نهاية الفاغد أو زبور رأس عضمة الشازية كاملة من غير ما تكون عضمة القصبة مغطية على جزء منها وحتى كده إضافية تعالى نعمل مقارنة ما بين تمزق الرباط الصليبي وتمزق وتر أخيل تمزق الرباط الصليبي أسبابه حدوث التواء أو فقد الرباط مرنته أو تعرض مفصل الرجبة لضغط خارجي قوي إنما أسباب تمزق وتر أخيل هو بازل مجهود عنيف وتقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وأعراض تمزق الرباط الصليبي عدم القدرة على الماشي وألام حادة وتورم سريع عند مفصل الرجبة وإنعدام السبات في مفصل الرجبة إنما أعراض تمزق وتر أخيل عدم القدرة على الماشي وألام حادة وسكل في حركة القدم بيتم إعلاق تمزق الرباط الصليبي باستخدام أدوية مضادة للالتهابات ومسكنة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في بعض الحالات أو الرفع التامة وعدم بازل مجهود حركة وبيتم إعلاق تمزق وتر أخيل باستخدام برضو الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في حالة لو كان التمزق كاملا وبكده نبقى خلصنا درس الدعامة في الإنسان بالكامل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين اشتركوا في القناة